اشتركوا في القناة في التصفيات المونديالية اقتصرت على بعض المحاولات الخجولة في وقت سبقه الى النهائيات عدد من المنتخبات الافريقية والتي تركت انطباعا مهما على الساحة العالمية لكن مع مطلع الالفية الثالثة برز جيل جديد من اللاعبين بقيادة المدرب الفرنسي برونو ميتسو ليطلق اسود التيرانغا زائرهم للمرة الاولى من خلال مونديال وليتحول لعب المنتخب السينيجالي الى نجوم الشباك في سوق الانتقالات بعد ان نجحوا في تحويل منتخب بلادهم الى اسم مرموق ورقم صعب ساهم في رفع عدد مقاعد القارة في بطولة كأس العالم مشوار سينيجال في نهائيات كأس العالم بدأ متأخرا بالنظر الى انها بقيت مستعمرة فرنسية حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي فكانت اولى مشاركتها في التصفيات التأهيلية من خلال مونديال مكسيكو 1970 لكنها انتظرت حتى مطلع الالفية الجديدة وذلك مع مدرب فرنسي مغمور يدعى برونو ميتسو واستفادت السينيجال من الوقوع في مجموعة تضم مصر والمغرب والجزائر ضمن تصفيات الدور النهائية بعد ان تضاربت نتائج المنتخبات العربية بشكل كبير ليتصدر اسود التيرانغا المجموعة بفارق الاهداف عن المغرب ويبلغ النهائيات التي استضافتها كل من كوريا الجنوبية واليابان عام 2002 اشفق الكثيرون على المنتخب الافريقي بعد ان اوقعتهم قرعة في مجموعة تضم فرنسا بطلة اوروبا والعالم والارغوي بقيادة نجميها فورلان وريكوبا والمتوجة باللقب العالمي مرتين اضافة الى المنتخب الدنماركي لكن السينيغال فجرت واحدة من اكبر مفاجآت المونديال عبر تاريخه بعد ان حققت الفوز على منتخب الديوك الذي ضم واحدا من افضل الاجيال الكروية التي مرت عليه في تاريخه وذلك بهدف حمل توقيع بابا بوبا ديوب وبرهنت السينيغال على ان ما حققته في المباراة الافتتاحية للمونديال لم يكن من قبيل الصدفة اذ تمكنت من معادلة دينمارك بهدف لمثله والارغوي بثلاثة اهداف لمثلها لتضمن قطع تذكيرتها الى الدور الثاني في اول مشاركة لها على الاطلاق وبقيادة النجم هنري كامارا تمكنت السينيغال من العبور الى الدور ربع نهائي كاول منتخب من القارة السمراء يتمكن من الوصول الى هذا الدور بعد ان تغلبت على السويد بهدفين لهدف في الوقتين الاضافيين قبل ان تتوقف مسيرتها امام منتخب تركيا في الدور التالي بهدف قاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لكن السينيغال كسبت احترام العالم اجمع بفضل الاداء الهجومي والقتالي الممتع وليتحول مدربها الراحل ميتسو من مدرب مغمور الى ساحر بين ليلة وضحاها عاشت السينيغال على ارثها هذا لسنوات قبل ان تعود مجددا مع جيل جديد من اللاعبين الى نهائية كأس العالم في روسيا 2018 ورغم ان القرعة بدت اكثر توازنا وسهولة هذه المرة بتواجد كل من اليابان وكولومبيا وبولندا الا ان السينيغال فشلت في العبور الى الدور المقبل على الرغم من انها حصدت اربع نقاط من فوزها على بولندا بهدفين لواحد وتعادلها مع اليابان بهدفين لمثلهما اذ ان خسرتها بهدف امام كولومبيا ادت الى احتلالها المركز الثالث بفرق قاعدة اللعب النظيف التي مالت لصالح منتخب الساموراي وذلك بفارق انذارين فقط موسيقى موسيقى لم تجد السينيغال صعوبة في تصالحها لمجموعتها ضمن الدور الثاني من التصفيات التاهلية وذلك على حساب كل من توغو وناميبيا والكونغو فحققت خمسة انتصارات مقابل تعادل وحيد لتنتقل الى الدور الثالث والحاسم من التصفيات وهنا اوقعتها القرعة في مواجهة منتخب مصر اكثر منتخبات القارة السمراء تتويجا باللقب القاري والطامح لبلوغ النهائيات للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي شاءت الاقدار ان يلتقي المنتخبان السينيغالي والمصري في نهائي كأس الامم الافريقية في العاصمة الكاميرونية ياويندي قبل المواجهة الحاسمة في التصفيات المونديالية موقعات حسمها السينيغاليون بركلات الترجيح لصالحهم ليضفروا باللقب القاري للمرة الاولى في تاريخهم وفي مباراتي الدور الحاسم عوض منتخب السينيغال خسارته ذهابا بهدف في القاهرة ليفوز بالنتيجة ذاتها ولتمتد مباراة الاياب الى سيناريو الركلات الترجيحية للمرة الثانية في اقل من شهر واحد ولتنجح السينيغال في بلوغ النهائيات للمرة الثالثة في تاريخها وذلك على حساب مصر بنتيجة ثلاثة لواحد في ظاهرة تكاد تكون نادرة وفريدة من نوعها نجح اليو سي سي اللعب الدولي السابق في منتخب السينيغال ان يحتفظ بمنصبه كمدرب للمنتخب الاول منذ العام 2015 وذلك بعد مسيرة مميزة كلاعب توجه بارتداء شارة القيادة في نهاية كأس امم افريقيا 2002 حين بلغ أسود التيرانج المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخهم سي سي الذي شغل مركز لعب الوسط المتأخر في مسيرته الكروية التي شاهدت تنقله بين عدد من الأندية الفرنسية عمل كمدرب مساعد في المنتخب الاولمبي تحت 23 عاما ومن ثم مدربا للمنتخب الاولمبي لمدة عامين قبل أن يتم تعيينه كمدرب للمنتخب الأول وفي العام 2015 اختير ليقود حملة منتخب السينيغال في التصفيات التأهيلية لكأس العالم في روسيا ونجح في مهمته على حساب منتخب جنوب افريقيا ورغم أن السينيغال لم تتمكن من تجاوز الدور الأول رغم حصدها لأربع نقاط بسبب قاعدة اللعب النظيف إلا أن اتحاد اللعبة جددت ثقة بسيسي والذي رد الجميل بأن قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس أمم إفريقيا عام 2019 قبل أن ينجح في قيادة السينيغال إلى لقب النسخة التالية التي أقيمت في مطلع العام الحالي وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا البلد الواقعي في غرب القارة وجاء انتزاع بطاقة تأهلي إلى المنديال للمرة الثانية على التوالي ليمنح حصيسي إنجازا شخصيا غير مسبوق بعد أن بات أول مدرب محلي في القارة السمراء يتمكن من قيادة منتخب بلاده إلى النهائيات العالمية في مناسبتين بسرعة البرق صعد ساديو ماني إلى عالم النجومية بعد مسيرة امتدت لخمس سنوات فقط في أندية الليغ آن حيث لفت أنظار كشافي نادي ليفربول الإنجليزي في العام 2016 لينضم إلى الريدز قادما من فريق ساوثامتون مقابل أربعة وثلاثين مليون جنيه استرليني وهو ما جعله أغلى لاعب إفريقي على الإطلاق في ذلك الحين لعب ماني دورا رئيسيا في عودة ليفربول إلى منصات التتويج في مختلف البطولات بعد سنوات طويلة بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة واعتماد الألماني يورغين كلوب عليه كثيرا ونجح في أن يحتل المركز الرابع ضمن التصويت على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وذلك عام 2019 وعلى المركز ذاته في جائزة The Best التي يمنحها الفيفا لأفضل لاعب في العالم في سنة 2020 مانيا الذي احتفل بعيد ميلاده الثلاثين في العاشر من شهر نيسان أبريل الفائت توج في الأعوام الأربعات الأخيرة بكل الألقاب الممكنة مع ناديه ليفربول ومنتخاب بلاده وهو يأمل بأن يقود سينيغال إلى إنجاز جديد يتجاوز من خلاله أسود التيرانغا عتبة دور المجموعات في مونديالي قطر 2022 علما أن سجله المونديالي يتضمن هدفا واحدا أحرزه في مرمى منتخب اليابان خلال المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما في النسخة الأخيرة يحظى مانيا الذي غادر ليفربول وانضم إلى بايرن ميونيخ والذي بات الهدافة التاريخية للمنتخب السينيغالي من خلال أهدافه في تصفيات كأس إفريقيا كوديفور 2023 يحظى بشعبية ومحبة كبيرتين في بلاده ومعظم أرجاء العالم بفضل أعماله الخيرية ومستوياته المتصاعدة وتواضعه ومن المرجح أن يكون واحدا من نجوم المونديالي في قطر رسمت قرعة نهائية مونديالي 2022 لابتسامة على وجوه مشجعي منتخب السينيغال بعدما شاءت أن تضعه في مجموعة تدرج تحت مسمى السهل الممتنع إلى جانب منتخبات قطر والإكوادور وهولندا وتلقى المشجعون خابر التواجد في المجموعة الأولى وخوض المباراة الافتتاحية للمونديالي بشكل إيجابي سيما وأن هذا يتقاطع على نحو ما مع المشاركة الأولى لمنتخب السينيغال في النهائية عام 2002 وهي النسخة التي شاهدت عبوره إلى الدور ربع نهائي على الرغم من أن ترتيب مباريات الفريق بحيث يواجه منتخبا أوروبيا ومن ثم أسيويا ثم منتخبا لاتينيا يتقاطع مع المشاركة الأخيرة والتي شاهدت وداعه للبطولة من دور المجموعة أسود تيرانجا الذين يمتلكون نتائج جيدة أمام المنتخبات الأوروبية بواقع ثلاثة انتصارات وتعادل وهزيمة سيستهلون مشوارهم في النهائيات بمواجهة منتخب هولندا أقوى فرق المجموعة ويأمل رفاق ساديو ماني أن يتمكنوا من تسجيل مفاجأة أولى في المنديال كما فعل أسلافهم قبل عشرين عاما أمام المنتخب الفرنسي نتيجة المباراة الافتتاحية قد تترك أثارا واضحة على المواجهة الثانية أمام المنتخب القطري مضيف البطولة وهي مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها في حين أن المواجهة الأخيرة في المجموعة ستكون ضد منتخب الإكوادور يعول المتخب السينيجالي على عدة أسماء برزت ولمعت في القارة الأوروبية على غرار حارس مرمى فريق تشلسي الإنجليزي العملاق أدوارد مندي وصخرة الدفاع كاليدو كوليبالي ولعب الوسط إدريسا جاناكي بالإضافة إلى ساديو ماني العبور في مركز الوصافة من هذه المجموعة سيعني وفقا لأحكام المنطق مواجهة المنتخب الإنجليزي في دور الستة عشر وهي مواجهة لا يتمناها أي منتخب من منتخبات المجموعة الأولى لكن الأكيد أن وسود التيرانجا تخلصوا من كل عقد النقص القديمة وباتوا يؤمنون أن بمقدورهم التغلب على أي من منتخبات العالم في مباراة من تسعين دقيقة اشتركوا في القناة